اوضاع مأسوية يعيشها المعتقلون في العراق بالتزامن مع اكتظاظ السجون بالمعتقلين واتساع حالات الإخفاء القسري والاعتقال خارج القانون العراق يسجل اختفاء أربعة مواطنين يوميا بشكل قسري لأسباب سياسية أو طائفية هذا ما كشفت عنه هيئة الصليب الأحمر في العراق مضيفة أنها تلقت أكثر من 2500 طلب بحث عن مفقود في البلاد خلال عام واحد تقريبا وأن العراق ما يزال ضمن الدول التي تضم أكبر عدد من المفقودين لأسباب طائفية وسياسية مراقبون وأكاديميون عراقيون يؤكدون أن سياسات الإخفاء القسري هي طريقة وأسلوب ممنهج لدى أطرف سياسية في العراق تتعامل مع خصومها بهذه الطريقة وتصر على عدم الإعلان عن مصير المفقودين أو المختطفين للهروب من التبعات القانونية والسياسية ويؤكد ناشطون في مجال حقوق الإنسان أن تداعيات هذا الملف خطيرة على الواقع الإنساني في العراق مشيرين إلى أن القوى الأمنية الرسمية تمارس تجاوزات واسعة في السجون ترتبط بحالات تعذيب وحشية وإهمال طبي متعمد وهو ما تظهره صور أثار التعذيب المروعة التي يجري تسريبها بين الحين والآخر ناهيك عن الوفيات التي تحدث بصورة مستمرة جراء التعذيب والإهمال الطبي بعثة الأمم المتحدة في تقريرها السنوي قالت أن التعذيب يشمل الضربة المبرحة والصدمة الكهربائية فضلا عن الاعتداءة الجنسية التي تطال حتى النساء والقاصرين ويرى عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق علي البيات أن حالات التعذيب في العراق أصبحت ظاهرة داخل مواقع مراكز الاحتجاز والسجون وأن حلول المؤسسات الحكومية لهذه القضايا ترقيعية في ظل سياسة التعتيم والتستر عليها لحماية مرتكبيها وغياب سياسة رقابية فاعلة لمنع وقوع مثل هذه الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان